مريض يعاني من ارتفاع ضغط الدم يجب أن ينتبه عند أخذ المسكنات المسكنات زي البانادول إكسترا أو البانادول هذا الأحمر يحتوي على الكافيين بالتالي في الكافيين سيؤدي إلى تقلص الأوعية الدموية وبالتالي يؤدي إلى رفع ضغط الدم يعني وجد أنه في حالات كثيرة نتيجة استخدام المسكنات التي تحتوي على الكافيين صار عندهم سكتة قلبية أو سكتة دماغية يعني كثير منهم نتيجة ارتفاع ضغط الدم ممكن يصير عندهم نزيف في الدماغ بالتالي لا بد من الانتباه لهذه النقطة عندما تأخذ مسكنات يفضل أنه هذا المسكنات لا يكون في أي إضافات يعني الكافيين بالذات لا يكون موجود في هذه الحبوب أو الأقراص بالتالي فإنه كذلك يعني وجد أنه بعض المسكنات من نوع النونستوريد الأنتي إنفلماتوري دراكس خاصة ما تسمى بالكوكس 2 انهيبوترز هذه المسكنات وجد أنه لها علاقة أيضا أنه ممكن تعمل لخبطة في نظامية القلب ترجمة نانسي قنقر